بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركي القناة والغير مشتركي القناة اهلا ومرحبا بكم الى قناتكم للرياضيات والفيزياء ايضا في هذا الفيديو راح ان شاء الله نشرح لكم طريقة بسيطة جدا باستعمال الى الحاسبة كيفية حساب سعر الملابس بعد التخفير اذا صدقوني ان الفكرة جات من انني ذهبت لاحدى المحلات لقيت ملابس فيها احدى المحلات لدار التخفيضات اذا شفت الملابس فيها اسعار اذا اخطلت لكم ثلاثة اذا اخطلت لكم قامص نسائي حقيبة يد ثم بعد ذلك دراجة اذا لهذه السموم الثلاث اذا هناك تخفيضات شفت ان قامص نسائي اذا مبلغه هو السعر تاعه هو 1300 دينار جزائري داروا له تخفيض 40% ثم بعد ذلك حقيبة يد 800 دينار جزائري فيه تخفيض 35% ثم بعد ذلك الدراجة سعرها 6000 دينار جزائري داروا لها تخفيض 20% اذا تساءل كيف راح نحسب السعر بعد التخفيض ولكن باستعمال الى الحاسبة لماذا باستعمال الى الحاسبة راح يجيني اسهل شوفوا معي اتمنى انكم راح تسفادوا من هذه الفكرة واش راح ندير اذا كيف راح نحسب سعر اذا نكتب حساب سعر السعر او السعر بعد الخصم نقول الخصم اذا كيف راح نحسب السعر مثلا هذا القميص النسائي شوفوا معي باستعمال الى الحاسبة واش راح ندير اذا نأخذ السعر تاع القميص اللي هو 1300 اذا نضغط على 1300 هكذا شوفوا معي 1300 ثم بعد ذلك راح نضغط على الى الحاسبة بعملية ناقص هكذا ناقص اذا نكتب هنا نكتبها لكم ناقص ثم بعد ذلك التخفيض تاعي هو 40 بالمئة اذا اضغط على 40 هكذا 40 اذا نكتب هنا 40 ثم نضغط على زر بالمئة اللي هو هذا الزر اذا نكتبه بالمئة ثم بعد ذلك نضغط على زر يساوي هذا الزر وش يمدلي راح يمدلي السعر بعد الخصم راح يمدلكم بالالة الحاسبة يخرج لكم 780 دينار جزائري اذا قلت نعود لكم العملية اذا ندير السعر تاع القميص النسائي ناقص 40 ونضغط بالمئة راح يمدلكم 780 دينار جزائري هذه الطريقة الاولى ثم بعد ذلك هناك طريقة ثانية وش راح ندير نضغط شوفوا معايا هنا نمحي هنا اذا الطريقة الثانية هي اسرع ايضا وش راح ندير راح نضغط على المبلغ التاعي اللي هو 11300 دينار اذا نكتب هنا 1300 دينار جزائري شوفوا معايا 1300 دينار جزائري يعني نشوفوا على الالة الحاسبة مكتوب 1300 ثم بعد ذلك ندير عملية الضرب في الان هنا عدنا تخفيض ربعين بالمئة شحال لو كان نديرو المئة ناقص 40 تخرج لي 60 اذا هنا راح ندرى 60 على مئة تخرج لي 0.6 ثم نضغط على تساوي راح يخرج لكم نفس النتيجة اللي هي 780 دينار جزائري اذا العملية قلت 1300 في 0.6 وتخرج لكم 780 دينار جزائري طريقتين مختلفتين نستعملوها على الالة الحاسبة اطمن فقط اننا فكرة واضحة استعمل نفس الفكرة على الحقيبة طريقة الاولى كما قلت لكم وش ندير طريقة الاولى ناخذ المبلغ او السعر بعد قبل التخفيض اللي هو 800 اذا فاش ندير ندير عملية ناقص هنا نسبة نسبة تحت تخفيض هي 35 اذا ندير ناقص 35 اذا نجيل الالة الحاسبة شوفوا مايه نكتب هنا 800 هكذا ندير ناقص عملية ناقص ثم ما نكتب نسبة 35 هكذا ثم بعد ذلك ندير بالمئة ونكتب النتيجة اذا تخرج لي النتيجة اذا هنا ما نساش بالمئة تخرج لكم النتيجة 520 دينار جزائري اتمنى فقط ان يكون واضح الطريقة الثانية بنفس الطريقة شوفوا معايا هنا 35 عندنا طريقة ثانية كيف راح نلقاوها 35 بالمئة اذا شوفوا معايا نخل المبلغ داعي قبل التخفيض فاش نضربو عندي 35 شوفوا معايا اذا ندير 100 ناقص 35 وش يمدلكم راح يمدلكم سيفر خمسة وستين اذا فاش نضرب راح نضرب في خمسة وستين على مئة لي هو سيفر فاصل خمسة وستين يخرج لكم نفس المبلغ لي هو خمسمية وعشرين دينار جزائري طبعا باستعمال الالة الحاسيبة نفس الشيء للدراجة اذا الطريقة الاولى وش راح ندير اذا ناخذ المبلغ قبل التخفيض اللي هي ستالاف ناقص قلت لكم العملية الاولى ناقص عشرين ثم نضغط على الالة الحاسيبة بالمئة يخرج لكم النتيجة ربعالاف وثمانميات دينار جزائري هذا هو المبلغ اللي راح تدفعوه بعد التخفيض العملية الثانية طبعا باستعمال الالة الحاسيبة نفس الطريقة اذا ستالاف دينار جزائري اذا هنا وش ندير فاش نضربها اذا هنا عدنا عشرين بالمئة وش ندير ندير مئة ناقص عشرين تخرج لكم ثمانون هنا نضرب في ثمانين على مئة ثمانين على مئة هي سفر فاصل ثمانية ويخرج لكم نفس المبلغ هي اربعالاف وثمانميات دينار جزائري بهذا اكون قد سهل لكم كيفاه نلقاو سعر اللباس في كل حالة بعد التخفيض اتمنى فقط ان تكون الفكرة واضحة اذا بهذا كنا كنا قد استعملنا الرياضيات في حياتنا اليومية الرياضيات شيء ممتع ممتع مجن تستعمل في حياتنا اليومية بالتوفيق لجميع سلام الله عليكم الى الملتقى ان شاء الله